السلام عليكم مخالفة الجالس بجوار السائق بيتحمل مخالفة لو مش حاطر حزام الامان انا نزلت البوس ده وعمل من نسبة مشاهدات عالية قوي والكومنتات بتاعته انا مش ملاحق ارد عليها من كمية الكومنتات الكتيرة وتمانين في المية غاية منها بالضد انا عاوز افهم حضرتك حاجة الموضوع مش تعصف الموضوع مش انك انت لازم مجبر تحط حزام الامان عشان خاطر انت خايف من تكلفة المخالفة مش دي قصة القصة حضرتك بتمثل خطورة وانت قاعد جوه العربية لبقية الناس اللي موجودة داخل العربية لقدر الله في حالة الحادث اول حاجة لو الايرباك ضرب هيعورك ثانيا في عربيات ما بتشتغلش من غير الايرباك لما يكون محطوط لازم ان تقفل اللوك بتاع الحزام عشان الخاصية بتاع الايرباك تشتغل تالت حاجة لو انت اللي اعجم باللساء داس على فرام المرة واحدة هتغبط في البربيس بتاع العربية هتتعور لأيه ما هطير من قلب العربية رابع حاجة في حالة الانشاء لو حصل شاء ربنا والعربية دي بتنقلب ولا حاجة هتبقى حضرتك اداة داخل العربية عمال تموت في كل الناس اللي موجودة فاهمية وعادك على الكرسي وشد حزام الامان دي اهم مليون مليون مرة من ان حضرتك بتفكر في المخالفة او ان فيه ترياءة بخصوص المخالفة القصة حياتك القصة دي تنطبق على امراتك على ابنك على بنتك على الطفل اللي انت حطته ومدى الخطورة اللي انت حطتها جنب منك ومعرضوا للخطورة دي راجعوا نفسيكو تاني وغيروا الثقافة دي مش صح اللي حضرتك بتعمله وعاوز تقعد كده مش صح حزام الامان دي امان لك انت قبل ما يكون موضوع مدي شكرا جزيلا